بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأوالي نسبة العقيدة في الأصل هي الإيمان ما يجب على الإسان اعتقاده في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بهذه الوصول من المسائل وما كان منها رصيا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مذهبا لأحد فالمذاهم لم تبدأ إلا بعد أيام الصحابة وحتى بعد أيام التابعين بعد ذلك ما زاد على هذه الأصول والمسائل المنصوصة من الأمور السهادية التي فيها إما محاولة لجمع ما يوهم التعارض أو محاولة لإجابة بعض الأسئلة العقلية الفلسفية فهذا اجتهاد وهذا الاجتهاد جاء الاجتهاد فيه مقسم إلى قسمين إلى اجتهاد بدعي وهو الذي يخالف النص ويرد على الله ورسوله وهذا كفر في أغلبه ومنهما يكون غير كفر لأنه نسب صالب النص ولكن في مخالفة منهج فهذا النوع هي مذاهب العقدية المنحرفة من المعتزنة ومنذ الجامية ومنذ القدرية ومنذ الجبرية وغيرها أما الاجتهاد الموافق لأصل النص أو غير الخارج عن المنهج فهذا النذي يسمع مذاهب السنة بالاعتقاد وهذه المذاهب اشتهرة من هذا الثلاث هي مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس الآن بالمذهب السلفي وليس له إبناء معين يستبوا إليه هذا المذهب لكن اشتهر من أئمته مثلا أحمد بن محمد وعبو عبد الله محمد بن اسمحل المخارب وهو الدارمي وابنق زيمة أبو بكر والنالكاء وغيرهم من الأئمة الصابوني وهلهم من الأئمة وقد تركز هذا المذهب فيما بعد عصر الأتباع التابعين وأتباعهم في أتباع إبام أحمد فلذلك أصبح يشتهر بمذهب الحنابلة مع أنه لا يختص بالحنابلة بل عليه كثير من أهل العلم المختلف المذاهب وعليه أهل الحديث المذهب الثاني هو مذهب أبي الحسن علي في اسماعيل أن أشعري وهو شابعي في الفقه ولكن له مذهب في الاعتقاد كان أولا معتزليا فرجع عن ذلك ينامذ من السنة وقد اجتهد في هذه المسائل ولم يخرج عن المنهج وهذا الاجتهاد بالضرورة لا بد أن يكون فيه خطأ وفيه صواء كالاجتهاد الذي سبقه أيضا والمذهب الثالث مذهب أبي عصور ما تريد وهو في فقه على مذهب أبي حنيفة وأنه مذهب مستقل لا تقعد وقريب من مذهب أبي الحسن الأشعري وبينهما تقريبا 24 فرقا فهذه حقيقة المذاعب الثلاثة هي مذاعب أهل السنة في الاعتقاد وهذه المذاعب مثل المذاعب الفقهية مثل المذاعب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي في الفقه اتسعد صدور الأمة لوجود هذه المذاعب وللتعبد على أساسها ولم يرم أحد أحدا إذا اختفى أحد الأئمة المتبوعين من أئمة أهل السنة في المجال لنحمل تعبدي وغيره في المعاملات في الهبادات في التريكات في غيرها كذلك المذاعب العقدية لأنهم متفقون جميعا على هذه الأصول وإنما يختلفون في الأمور التي يمكن أن يختلف فيها الاجتهاد وحينه لا يمكن أن يلام أحد منهم فمن أصاب منهم له أجراني ومن أخطأ له أجر وكل المجتهدون ولم يخرجوا عن المنهج العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقاء كل معللين